خزان صافر معرض للانفجار أكثر من أي وقت مضى بهذه الكلمات وجهت الحكومة الشرعية على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي تحذيراتها للأمم المتحدة من خطورة وضع الخزان الواقع في رأس عيسى بمحافظة الحديدة الخزان الذي بدأ الدعوات المطالبة بإصلاحه منذ العام 2015 لا يزال ينتظر الصيانة خاصة بعد تزايد احتمالات تعرض الإنبوب للغرق نتيجة حدوث ثقب في الأنبوب وتسرب المياه إلى غرفة المحركات الدعوات الحكومية تزامنت مع اتهام وزارة النفط للميليشيا برفض كل الوساطات وتجاهل جميع المبادرات وعرقلة دخول الفرق الفنية لإصلاح الخزان النفطي الحكومة كانت قد وجهت دعواتها للأمم المتحدة منذ العام 2017 للمساعدة في حل وضع الخزان من خلال إرسال فريق فني لتقييم حالته وعمل الصيانة اللازمة لكن المناشدات الحكومية تم تجاهلها وإلى جانب الحكومة كانت الدول المطلة على البحر الأحمر قد بعثت قبل نحو شهرين برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة بممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وصيانة الخزان وهو ما لم يحدث حتى الآن ما هو مؤكد أن بقاء السفينة العائمة في رأس عيسى دون الصيانة قد يؤدي إلى تدمير المحميات الطبيعية في البحر الأحمر وهو أمر إن حدث فإنه لن يؤثر على اليمن فقط بل قد تطال تبعاته جميع الدول المطلة على البحر الأحمر